مرحبا شباب اليوم لدينا ايفون 6 مقفول على ايكلاود فرح نعملها باي باس باستعمال الـ dns اللي هو حقيقة مو كسر قفل الايفون ولكن تقدر تستخدم بعض الخصاص من غير ما تعرف الايكلاود او الايتونز اكاون اللي كان اصلا موجود على الايفون لنورث امريكا يعني كندا وامريكا لازم تستعمل هذا الـ dns اللي هو 104.154.51.7 وترجع باك ترجع تسوي كنكت على نفس الوايرلس اللي انت عدلت خصاص تبعها خلي الباسورد تمام ويرلس نعمل جوين تنتظر وراح يحولك على شاشة الـ dns اذا ما حولك جرب ترى اجن اذا ما حولك تضغط على الباك بس غير الباك انتظر حولك الى الـ ui dns بس bypass.com مرة تصر عندك مشكلة فترجع مرة ثانية اوكي مع الحالة ترجع 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 لازم تمسح كل شيء من البداية تمسح كل شيء من البداية وترجع مرة ثانية على الـ i ترجع dns 104.154.51.7 ترجع تدخل ويرلس نزل باسورد ترجع وتنتظر لحد ما يحولك على شاشة ما حولك ترجع الباك هسه لازم يشتول ويحولك على شاشة الـ الشاشة اللي يختم الـ dns وهذا مثل مثل ما هو السيمولاتر للعيفون بس ما رح يخليك تفوت على كل الخصائص رح يخليك تفوت تقدر تفوت على المينو تقدر تفوت على الـ Flashlight مثلا تقبس على الـ Flashlight تروح على Take Photo or Video تروح على الفيديو تقبس على الفلاش سوي الـ On تشتول الفلاش ترجع و الـ Cancel الفلاش شغاله تروح للساعة الساعة ايضا امم شغاله سوف تنطيك المحاكي للآيفون ولكن ليس شاشة الآيفون الخاصة بك لأن الآيفون مقفول مثل ما اتفقنا من البداية لأن الآيفون مقفول لا تستطيع في تفوت على البرامج والمعلومات بالآيفون سوف تستعمل سوف تستعملها تستعمل على السوشال ميديا سوف تستعمل على الجيمز لأن الآيفون ميديا هنا عندك الأوفيس شغلات المكتبية المابس الجيميل مايكروسوفت وورد سوف تستعمل على الشاب مثل إي بي عندك عندك عليكس بريس عندك موقع سوف تستعمل على شغلات سياحية المغدم هو اللي يوفرها عندك برامج التعليمية عندك نانا مورابج تعليمية عندك نانا بيوتي وعناله وعنالك كزينو وعنالك حسينو حسنا عندك نانا متصفح رح يشتغل طبيعي سنتجرب شغلة متصفح شغلا طبيعي نرجع لان نفود على اليوتيوب بس الشغلة الوحيدة اللي ما رح تشتغل باليوتيوب اللي هي ممكن قوم بق民جة درد تر mpd و راح تقدر شوف فيديو على الديو في كامل الشاشة حتى لو قلبت التليفون هذه الشغلة الوحيدة التواجهك على المقردية سوف تستعمل التليفون هذه الشغلة الوحيدة هذه الشغلة الوحيدة حتى لو قلبت التليفون غير تعمل الشاشة لكن على الأمور أحسن ما أنه تليفون لنكب سوف يكون عندك